فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال فإن هنا شيئين أحدهما أن نفس المخالفة لهم في الهدي الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين لما في مخالفتهم من المجانبة والمباينة التي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم نعم من الحكمة في مخالفتهم أننا يحصل لنا الابتعاد عن خصوصياتهم في أمور دينهم وأمور عاداتهم الخاصة بهم من أجل أن لا يتطرق إلى ديننا شيء من دينهم المنسوخ أو المحرف أو تشبه بهم في الظاهر فإنه يدل على محبتهم في الباطن إذ لو لم يحبهم الإنسان في باطنه لما تشبه بهم في ظاهره فلا يمكن أن تبغض أحدا ثم تتشبه به هذا شيء مستحيل مستحيل